القدس في قلوب المسلمين الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله فلله الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فتحوا البلاد وقلوب العباد فزاد الله فضلهم فلا ينكر ولا يقصى أما بعد إن عز الأمم وعنوان رفعتها ورمز خلودها وعلو مكانتها إنما يقاس بتعظيمها لحرماتها ودفاعها عن مقدساتها والتزامها بدينها الحق وأداء حقوق الخلق وإن أمتنا الإسلامية قد وهبها الله هيبات ومزايا وفضلها على العالمين من بين البرايا فأنزل إليها أفضل الكتب وأرسل إليها صفوة الرسل وجعل دينها الإسلام أكمل الأديان وشرفها بأفضل الأماكن والبقاع وأتمها ومما شرف الله به هذه الأمة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك في البقعة التي بارك الله فيها فهي مهد الأنبياء ومهوى الأولياء ومهاجر أبينا إبراهيم عليه السلام وإن لمدينة القدس الشريفة والمسجد الأقصى مكانة عالية في ديننا ومنزلة عظيمة في قلوبنا فالقدس عاصمة خالدة ومدينة مطهرة وبلدة مباركة والمسجد الأقصى ثالث المساجد فضلا ومنزلة في الإسلام فهو معراج نبينا صلى الله عليه وسلم فمنه عرج به إلى السماء وصل فيه إماما بالأنبياء كما أنه كان قبلة للمسلمين وإليه تحن قلوب المؤمنين تضاعف فيه الصلوات ويتقرب إلى الله جل وعلا بسائر الطاعات درج فيه الأنبياء عليهم السلام وتعبد فيه الأولياء العظام ورخصت من أجله دماء الشهداء الكرام وهو ثاني المسجدين الشريفين في البناء والتمكين فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة رواه الإمام البخاري ومسلم وهو ثالث المساجد في الفضل والمنزلة وهو أرض المحشر والمنشر فعن أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله أيهما أفضل مسجد رسول الله أو مسجد بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى وليشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو قال خير من الدنيا وما فيها رواه الإمام الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي ومن فضائله ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا أي سأل الله صفات ثلاثة سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأل الله سبحانه وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه رواه الإمام النسائي وصححه الإمام النووي معاشر السادة الأعزاء قد كان المسجد الأقصى معراج النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا لبيان فضله والإشارة إلى قدره قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتنا حوله لنريه من آيتنا إنه هو السميع البصير والمراد بالبركة في الآية الكريمة البركة الحسية والمعنوية فأما الحسية فهي ما أنعم الله تعالى به على البقاع المجاورة له من الزروع والثمار والأنهار أما المعنوية فهي ما اجتملت عليه هذه البقعة من جوانب دينية حيث كانت مهدى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وهو أولى القبلتين فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى بيت المقدس زمنا حتى حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي النخ قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهو أحد المساجد التي لا يستطيع الدجال أن يدخلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يأتي أربعة مساجد الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور صدق النبي عليه الصلاة والسلام وروا هذا الحديث الإمام أحمد وقال الإمام الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وسيكون القدس الشريف حاضر العالم الإسلامي في آخر الزمان فعن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه أوهامته فقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك رواه الإمام أحمد وأبو داود وقيل ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة بالشام والحشر إليها فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر وهناك يحشر الخلق والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام وهو أحد المساجد السلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم إن موطنا هذا شأنه ومنزلته ومسجدا هذه فضائله ودرجته لحري أن يفدى بالنفس والنفيس ويبذل من أجله الغالي والرخيص فكان لزاما على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصروا هذا القدس السليب ويحرروه من دنس اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين الذين ما فتئوا يستخدمون شتى الطرق ومختلف الأساليب لطمس معالم هذا الصرح الإسلامي العظيم يزيفون الحقائق ويغيبون التاريخ ويستغفلون الناس في تشويه صفحة التاريخ الناصعة الشامخة ودفن الحقائق القاطعة الراسقة لقد أحاطت بالقدس والمسجد الأقصى أحداث جسام تنذر بمخاطر عظام وأخطر ما يهدد مدينة القدس اليوم تلك المحاولات المستميتة لتهودها وسلبها من أيدي أهلها الحقيقيين في فلسطين والاعتراف بها عاصمة للكيان المغتصب وقد كان وهذه جناية فاضحة وجريمة منكرة بحق القدس وأهلها واستهتار بالحقوق التاريخية والشرعية لهذه المدينة الإسلامية المقدسة إن القدس الشريفة ليست قضية الفلسطينيين وحدهم واستردادها من أيدي المحتلين ليست مسئوليتهم بمفردهم بل هي قضية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهي في خطر حقيقي يوجب على الأمة جمعا شعوبا وحكومات ودولا ومؤسسات أن يهبوا لمواجهة هذا التهديد بكل الوسائل المشروعة لرد اليهود عن غيهم وانتزاع فلسطين والأقصى من شرهم إنها أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة وإننا مع هذه الغطرسة الصهيونية لعلى ثقة بالنصر والظفر واسترداد الحق المغتصب وتطهير الأقصى من رجس المجرمين تصديقا بوعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله إلا الغرقدا فإنه من شجر اليهود رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومهما امتد الظلام واستمرأ الظلمة الإجرام فإن الحق سيرد وإن الباطلة سيطرد ما نصر المسلمون دينهم وكانوا يدا واحدة في وجه عدوهم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره رواه الإمام أحمد والترمزي وحسنه عن أنس رضي الله عنه ولله ضر القائل إنا لمن أمة الله يكلأها نبيها أحمد فاروقها عمر أقسمت بالله ربي لا شريك له يا أمة الحق إن الحق منتصر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عز جاهك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك أنصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم آمن روعاتهم واحم مقدساتهم واحفظ دينهم وصن أعرادهم اللهم رد المسجد الأقصى إلى حوزة الدين وطهره من دنس الغاصبين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبقل الإسلام مهجته واحمل الإيمان حوزته وانشر في الأرض دعوته وأعلف العالمين حجته ربنا اغفر لنا ولوالدين ولسائر المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دار عدل وإيمان وأمان وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر